عودة الرجاء في مواجهات البطولة الإنحرافية والعودة التي ستكون مغايرة على الماتشات السابقة والسبب هو أن جميع الفرق المتصدرة خرجت بنتائج إيجابية والنقاط جدا متقاربة أو متساوية وأحسن جملة ممكن أن تقالع الماتش الذي ستدوله لا بدل عن الفوز لأن الخصوم من نفسه معك يعرفوا أنك هذا العام داخل عليه وسيجد صعوبة معك مرحبا بكم معنا في فيديو قبل الماتش نضع الفرق موجود وإن أحوال البطولة وإن نواقع فيها وإن ننسى وإن تشكيلها فأجدك معنا من الأول إلى الأخرى يو السلام عليكم على سجادة كفركم كنت من أن تكونوا بخير وعلى خير وعودة أخرى سأقوله في إطار السعادة الرجاء لها بغضاء فقبل أن نبدأ الفيديو دعني معك لايك لي أكيد لك أن ننبالك سوف نستهله اشتركوا في القناة تحت أمائي لك أنت جديد فمرحبا بك وصلت على الرجاء ويدينا وإذا كنت سأقول لك هنا نبدأ الرجاء كونتر زمامرة الجو 11 من البطولة الإنحرافية أدل ما تدائل اسماتية قبل سنوات كنت سأقول الرجاء لا تحرر بها ولكن في وقت هذا مستحيل تعرف النتيجة قبل أن يبدأ خصوصا الظروف الفريق وخصوصا الظروف البطولة بشكل عام وهنا سنضع على خصم دانا والذي هو نعدة زمامرة والذي سنضع بفاركور الذي ينقي هذا العام ولو كانت العودة دانا من قسم الوطني الأول إلا أنهم سنسميتهم من بنت مئة الفروق الأولين من بعد ما جاءوا أربعة الرباحات وثلاثة التعادلات وثلاثة الإخسارات وذي أعطاهم 15 نقطة لبعد خمسة نقاط على المتصدر يعني الفوز يجعلهم يقلصوا الصدارة على الرجاء وقربوا لنا بجوجة النقاط من بين الأشياء التي ستجعل الزمامرة يجعل تدخل بوجه آخر وهي أنهم لعبين ضد الرجاء وهذا شيء معروف ويجعل التعامل من الملعب التي ستجعلهم في المصالح والنقطة الأكبر وهي الجمهور والتي غالبا ما سيكون ويجعلهم لعبين بدون ضغط جماعي نهضة الزمامرة وكيف قلنا أنها كانت المفاجئة أفد عشرة الماتشة اللولين للبطولة لدرجة أنها حمل ماتش سيفت فيه وفقط إلا قلت لك خمسة الماتشة الأخرى يجعلهم مخسر في ماتش يمكن أن يكون لك مدى الصعوبة الخاصة سيفت في ماتشة سيفت في ماتشة لا يوجد فريق الذي يصدرسه بلاعبين أو بلاعبين تسميتهم في البطولة وإنما خالقه يستعد فقط غير بحضرة في الهجوم ووالدنا فرصة في المليا ومع ذلك يخرجوا ماتشاتهم ويجلبوا أكبر عدد من النقاط ننسوا خصم ديانهم ومشو جهة فرقتنا الراجعة والذي سنقول نفس الهجرة التي قلناها وعندما سنكسر العقدة بمئة في المئة أو لا قدر الله تكون أول خسر على إيد الزمام أو لا تمنع كجماعة الراجعية الراجعة لكي نكون واقعين الفريق حاليا واجد من جامع النواحي أولا الفريق بدون غيابة ثانيا راجعين في آخر ماتشة ثالثا الفريق متصدر فبكل واقعيا لا يوجد شيء ممكن تسبيه فيها بحالة لا يضيانا فبكل واقعيا الحاجة الواحدة التي يمكن أن نقول أن تكتر ترجع لنا ماتشة ثلاثة دلاشية سوف نعرف ثلاثة دل برشيد بحالة اللاعب مع 12 فزاقورة في شهر السبعة ولو أنا نكت كانت سنة أنه يتم تعديل الوقت والمكتب يخرج يدافع على رأسه ولكن لا جديد يذكر نحن كنا نعرف ثلاثة دلاشة نحن كنا نلاعبين جديدة و جديدة كيف يطح فيها كيف يطح فيها؟ مثلا فبواند الغداء ستجعل الفريق أنه يصل إلى نقطة 23 في مصارب البطولة في انتظار نتائج الخصوم و لا ننسى أهم نقطة وهي ماتشة من بعد ذلك الذي سيكون كونترنا هذا الفريق الذي بنفسه لا تصدر البطولة و ستكون صعوبة كبيرة لكي تجلب منهم تروابواند يعني الخلاصة الهضراء هي قادرين أنه مزاجه لإستقرار الفريق حاليا فكنت منه على الأقل تروابواند سوف نرى بلان بركان قبل أن يذهب التشكيلة لا تقوم بالغيابات والذي يجب أن الحمد لله عود جميع اللاعبين كل من بوزوغ إضافة لدومينغو والعراسي والنقطة التي ستفرق فضل الموضوع هي اختيارات المدرب فحاليا لا يجب أن نضع أحسن تشكيلة ممكن تبدأ بالعراجة وأكيد تبقى فقط رأيي شخصي في الشبكة و كيف عادتي أنا أزنيتي ولا بديل عنه سوف نذهب في فرنس و سوف نختار في تون أيدي المقدم و خفيفي عودة العراسي يكتب لي بقى جيدة و ممكن اللاعب يكون مازال خاص الوقت باش أنه يرجع نشان الأظهرة لا بديل على بالعامر و بولكسوت أما بالنسبة لخط الوسط بالنسبة كبيرة مع عودة أهولو كتساوي الرسمية ولو أن المبارك خرج الماتش لأخر ديلونقي ولكن كبالي المدرب مستحيل أنه يبعد أهولو من تشكيل الأساسية قدام أهولو سيختارتون أيدي الزريدة و بوغرين أما بالنسبة لخط الهجوم الذي سيقوم برأس حربا موهوب والأجنيحة النفاتي والزرهوني أكيد هذه تبقى فقط تشكيلة شخصية والحساب الرؤية ماذا يكون فيها و ماذا يكون فيها و ماذا يكون فيها و ماذا يكون وصلنا للأخر و لا ننسوش بش نقوله المقولة الديني الموالفين نقوله في الفقرة كوراج نصرنا يا ربي الربحة غداء هي التي تزينا اللهم يستير في دكتوروب و نغدين شاء الله و نختموها بديم يا راشا و حاليا فرام قريغي نقول لك يلا ووقف لديك النسيجة و قول لي ياش حال جاتف